اشتركوا في القناة 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 الجزء المستخدم في الكركديه اللي هو عبارة عن السبلات الجفة بعد كده تكلمنا عن الريحان وقلنا الريحان ده بيكون نبات عشبي معمر طبعا كلنا عارفين نبات الريحان طبعا بيكون لأهمية اقتصادية كبيرة ان هو بيستخدم بيكون من أفخر أنواع العطور بيستخدم في صناعة العطور بيستخدم في صناعة مستحضرات التجميل بيدخل في صناعة الأدوية اللي بيكون لها علاقة بإضطرابات بعلاج أمراض القلب برضو بتستخدم في علاج ألام الروماتيزم وبيستخدم في نزلات البرد وبيستخدم في حالات الزكام بعد كده قلنا أنواع الريحان قلنا بينقسم إلى نوعين لأنه ممكن يجيلي في الامتحان أنواع الريحان في مصر أنواع الريحان في مصر في اللي هو الريحان الحلو أو الريحان الأبيض وفي الريحان الكوفوري بالنسبة للريحان الحلو أو الريحان الأبيض ده بينقسم إلى حدين اللي هو الريحان الأوروبي أو الأبيض والريحان الأحمر اللي اتنين بيحتوي على مادة الميصايل شافي كول واللينالول بعد كده الريحان الكوفوري ده بيحتوي على مادة الكامفور بعد كده تكلمنا عن الريحان قلت أنا بزرع الريحان في شهر كم وكم قلت بزرعه في شهر فبراير ومارس شهر اتنين وثلاثة بعد كده تكلمنا عن كمية التقاوي قلنا بالنسبة لكمية التقاوي بيكون حوالي أنا بزرع الريحان بزرعه في المشتل وبعد كده بزرعه ممكن بزرعه في الأرض المستديمة ففي المشتل بيحتاج 250 جرام من البزور دي بزرعه في ربع قيرات وبرضه إن أنا بزرع في الأرض المستديمة لو زرعت في الأرض المستديمة في الحالة دي بتكون كمية التقاوي طبعا أكتر بالنسبة للفدان بتكون من 2.5 إلى 3 كيلو جرام من البزور وبعد كده طبعا تكلمنا عن عمليات الخدمة بعد الزراعة عملية الترقية عملية الرأي عملية التسميد وبعد كده قلنا كمية المحصول قلت طبعا كمية المحصول بيديني قد ايه من 25 الى 30 طن عشب اخضر لو انا عايزة اوراق جافة في الحالة دي من 1.5 الى 2 طن بتكون مجروش الاوراق او الاوراق الجافة بيديني نسبة زيوت عطرية قد ايه من 25 الى 30 كيلو جرام زيت طيور ده بالنسبة للي اخدناه في الحلقات السابقة برضو زي ما احنا متعودين قبل ما نبتدي في الدرس الجديد بنبتدي ان احنا نسترجع بكم سؤال تعالوا كده نشوف كم سؤال قبل ما نبتدي في البابونج الالماني لو جالي في الامتحان قال لي تكلم عن نبات حبة البركة من حيث التربة المناسبة من حيث كمية التقاوي من حيث المواصفات القاصة بالتصدير طبعا قلنا حبة البركة اللي هي الحبة السوداء كلنا عارفين بزور حبة البركة لان انا بستخدم في النبات بستخدم في البزور بالنسبة للتربة المناسبة ان انا ممكن ان انا ازرع نبات حبة البركة في جميع انواع الاراضي بس بتكون افضل الاراضي اللي هي الاراضي الصفراء جيدة الصرف ده بالنسبة للتربة المناسبة طب بالنسبة لكمية التقاوي كمية التقاوي بتكون قد ايه بتكون من 3 الى 4 كيلو جرام من البزور الجفة طب ايه هي المواصفات الخاصة بالتصدير في نبات حبة البركة اول حاجة طبعا انا قلت في نبات حبة البركة ان انا بستخدم البزور يبقى اول حاجة في المواصفات يجب ان تكون البزور سليمة ونظيفة زيتها رائحة طبيعية وخالية من الاصابة بالحشرات اللي تقل نسبة الزيوت الطيارة عن 1% لان احنا قلنا نبات حبة البركة بيحتوي على زيوت سبتة ممكن تصل الى 30% وتكلمنا ازاي احنا بنستخرج زيت حبة البركة بعد كده لو جالي مثلا اسئلة اكمل طبعا دي بتكون شاملة النباتات اللي احنا تكلمنا عنها في الحلقات السابقة لو جالي سؤال قال لي يعطي فدين الكركديه نقط احنا اتفقنا ان نبات الكركديه الجزء المستخدم السابلات الجفة يبقى حنقول من 400 الى 450 كيلو جرام من السابلات الجفة بعد كده لو جاء قال لي يعتبر الكركديه مصدر من مصادر الصبغات الحمراء لاحتواءه على مدة نقط يبقى الاحتواءه على مدة الانسوسيانين لان احنا قلنا الكركديه ده بيكون تبع النباتات الملونة واللي هي بتحتوي على صبغات فهنا الكركديه بيحتوي على صبغة الانسوسيانين دي اللي هي بتكون مسؤولة عن اللون الاحمر في الكركديه بعد كده لو جالي سؤال قال لي يتقاصر البردقوش بنقط ونقط يتقاصر البردقوش قلت ان انا بزرع البردقوش بايه يحتاج ميتين وخمسين جرام من البزور طيب لو انا زراعة في الارض المستديمة هيحتاج قد ايه هيحتاج من اتنين ونص الى تلاتة كيلو جرام من البزور يبقى لازم نركز في الحتة دي من البزور عند الزراعة في الارض المستديمة لكن لو جالي فيه ارض المشكل يبقى هقول له ميتين وخمسين جرام من البزور في ربع قيروت بعد كده تجود زراعة الكمون في الواجهة القبلي واحنا قلنا الكمون بنزرعه في الواجهة القبلي قلت ليه انا بزرعه في الواجهة القبلي وما بزرعوش في الواجهة البحري لارتفاع نسبة الرطوبة لان انا عندي نبات الكمون من النباتات اللي هي بتكون حساسة للروي ما ينفعش ان انا ازرعها في مكان في الرطوبة لان في الحالة دي اللي حيحصل ممكن يؤدي الى زبول وشلل وموت النباتات بعد كده يحتاج فدان البردقوش الى نقط فدان البردقوش بيحتاج من كم الى كم الف شتلة بيحتاج من عشرين الى خمسة وعشرين الف شتلة يبقى هنا كمية التقاوي في البردقوش من عشرين يبقى لو جال السؤال كده يحتاج فدان البردقوش نقط يبقى حقول له من عشرين الى خمسة وعشرين الف شتلة لو جي قال لي كمية التقاوي في البردقوش نقط يبقى برضو حقول له من عشرين الى خمسة وعشرين الف شتلة للفدان دي بنتجها منين؟ بنتجها من ميتين الى ميتين وخمسين جرام بزرع ده بالنسبة لأسئلة ابتدينا ان احنا نسترجعها عن الحلقات السابقة هنتكلم النهاردة عن نبات البابونج الألماني بالنسبة عندي نبات البابونج الألماني بيكون شكل النبات كده زي ما انتوا شايفين طب ايه هو الوصف النباتي لنبات البابونج طبعا كلنا عارفين او اغلب معظمنا عارفين البابونج انا ما بستخدمش في البابونج الأوراق انا بستخدم الزهرة طب بالنسبة للبابونج هل بيكون ليه اهمية اقتصادية وطبية ولا ملوش اهمية اقتصادية لا بيكون ليه اهمية اقتصادية وطبية ان انا بستخدمه كمشروب بشربه طب ايه فايدته بيستخدم فيه تنشيط جميع اجزاء الجسم بيستخدم فيه تنشيط الهضم بيستخدم كمسكن للمغص كطارد للغازات ممكن بستخدمه فيه خفض درجة الحرارة فيه حالات الحمى برضو بيستخدم فيه علاج الامراض الجلدية برضو بيحتوي اننا بيحتوي على مادتين نبات البابونج او الزهرة بيحتوي على مادتين البيسابولول او البيسابولون المواد دي بتدخل فيه صناعة المراهم اللي بتستخدم فيه علاج الامراض الجلدية حنشوف الاول ايه هو الوصف النباتي وبعد كده برضو نتكلم عن الاهمية الاقتصادية بالنسبة عندي هنا نبات البابونج الالماني انه هو بيكون نبات عشبي حولي قلنا يعني ايه عشبي حولي يعني بيقعد بيقعد فترة معينة وبعد كده خلاص بتنتهي مدة او فترة حياته قلنا بتبتدي من الزراعة ان انا بزرع بزرع بعد كده بيديني مجموع خضري بعد كده بيديني ازهار بعد كده سواء بيديني سمار وبعد كده بيديني البزور ثم تنتهي فترة حياته بالنسبة عندي هنا البابونج ممكن بيصل طوله الى 60 سنتي يبقى تعالوا كده نشوف بالنسبة لنبات البابونج انه هو بيتبع العائلة المركبة قلنا انه هو بيكون نبات عشبي حولي يبقى ممكن يجيلي في الامتحان يقولي البابونج الالماني نبات عشبي معمر يبقى العبارة دي خاطئة لانه هو نبات عشبي حولي ارتفاعه بيصل الى 60 سنتي نجحت زراعته طبعا في مصر وانه هو بيعتبر على رأس النباتات الطبية اللي بنقدر ان احنا نصدرها وبيكون نبات غزير التفريع بالنسبة هنا شكل الاوراق بيكون الشكل المفصص بتكون خيطية بتخرج متبادلة على الافرع بالنسبة هنا الازهار انا اهم حاجة عندي في البابونج الالماني الجزء اللي انا بستخدمه بستخدم الازهار بالنسبة عندي هنا للازهار بتوجد فيه نورات اهمة بتكون طرفية النورات دي بتكون موجودة فين؟ بتكون موجودة في نهاية الفرع وبتتون من ازهار بتكون شعاعية يبقى طرف الفرع الازهار بتكون شعاعية بتكون لونها ابيض وبتكون فيه ازهار قرصية بتكون شكلها اصفر دي بتوجد على تخت مخروطي بيكون شكله اجوف اكتر المحافظات اللي بتنتج البابونج الالماني الفيوم وبنسوي يبقى دا بالنسبة للوصف النباتي لنبات البابونج دا بيكون شكل الزهرة زي ما احنا قلنا ان هي بتكون الازهار بتكون لونها اصفر بعد كده ايه هي الاهمية الاقتصادية والطبية النبات البابونج احنا قلنا ان هو بيستخدم كمشروب بيكون له تأثير منشط على جميع اجزاء الجزء ومصلح معدي بينشط الهضم ولا علاج المغس المعوي والمعدي وبيكون مخفض لدرجة الحرارة في حالات الخمى بيدخل الزيت العطري بيدخل في صناعة ايه لان انا بستخرج منه زيوت عطرية بتدخل في صناعة العطور في صناعة مستحضرات التجميل وممكن بستخرج منه كده بستخدم الزيت العطري كده هان للجسم عنده تعرضه لأشعة الشمس وان هو بيكون ملطف للالتهابات بعد كده طبعا قلت ان هو بيحتوي الزيت الطيار على مادة البيسابلون والبيسابلون ده بيستخدم في صناعة المراهم اللي بتستخدم في علاج الامراض الجلدية وفي علاج التهابات الأظافة برضو في حاجة تاني ان هو بيستخدم منقوع ان انا بنقع اللي هو منقوع النوردة منقوع النوردة انا بستخدمه في ايه بستخدمه ككمدات في حالة الالتهابات الجلدية لو فيه التهابات جلدية انا بعمل كمدات بستخدمه ممكن جغرغرة في حالة التهاب اللوزتين بستخدمه في حالة تقرحات المعدة بستخدمه كغسول للعيون في حالة الاصابة بالرمض وبرضه في حاجة تاني ان انا ممكن بضيف البابونج الالماني ممكن بضيفه على الحنة علشان يعطي الشعر اللون الزهي ده بالنسبة للاهمية الاقتصادية والطبية لنبات البابونج الالماني لانه ممكن يجيلي في الامتحان زي ما احنا اتفقنا ان احنا قلنا بيجيلي في الامتحان تكلم عن نبات البابونج من حيث الاهمية الاقتصادية والطبية يبقى قلنا ان هو بيستخدم في تنشيط جميع اجزاء الجسم قلنا بيستخدم في تنشيط الهضم قلت ان هو بيستخدم في حالة الحمى لخفض درجة الحرارة ممكن ان انا بستخدمه في صناعة الزيت العطري ده بستخدمه في صناعة العطور في صناعة مستحضرات التجميل بستخدمه كدهان للوقاية من اشعة الشمس قلت بيحتوي على مادتين البيسابلون والبيسابلون ده بيستخدم في صناعة المراهم اللي بتستخدم في علاج الامراض الجلدية وقلت برضو ان انا بستخدم منقوع النورات بنين النورات دي بنستخدمها كايه ككمدات في حالة الالتهابات الجلدية وان انا بستخدمها في حالة التهاب اللوزتين وفي حالة التقرحات وفي حالة كغسولة للعيون في حالة الاصابة بالرمض وقلت برضو ان انا بضيفه للحنة علشان يعطيني اللون الزهي ده بالنسبة للأهمية الاقتصادية والطبية لنبات البابونج الالماني بعد كده عندي ايه هي المادة الفعالة في البابونج الالماني احنا قلنا المادة الفعالة انه هو بيحتوي على البيسابلون والبيسابلون ده كمادة فعالة طب نسبة المادة الفعالة بتكون قد ايه نسبة المادة الفعالة بتكون من 8 من 10 الى 1 و 2 من 10 في المية ده نسبة الزيت الطيار طب انا بستخلصه بايه عشان ممكن يجيلي في الامتحان يتم استخلاص الزيت الطيار في نبات البابونج الالماني بواسطة نقط يبقى بواسطة التقطير بالبخار يتميز الزيت ده بايه؟ يتميز ان اللون بيكون اللون الازرق ليه لون الزيت بيكون اللون الازرق؟ لان هو بيحتوي على مادة الازولين اللي هو كاميزولين اللي بتصل نسبتها من 7 الى 15 في المية وطبعا بيحتوي على مواد اخرى اللي هو حمض الانسيميك أسط والبيسيبول والبيسيبولون واكاسدها دي بالنسبة للمواد الفعالة اللي بتحتوي عليها نبات البابونج الالماني بعد كده عندي التربة المناسبة بالنسبة للتربة المناسبة ينفع ان انا ازرع نبات البابونج الالماني في معظم انواع الاراضي طب فيه ممكن تربة معينة بتديني فيها اعلى انتاج التربة دي اللي هي التربة التينية الخفيفة بس بشرط ان هي تكون جيدة الصرف برضو الاراضي الصفراء الخفيفة وينفع برضو ان انا ازرعه في الاراضي اللي بتحتوي علي نسبة من الملوحة ممكن تصل الى 4000 جزء في المليون ده بالنسبة للتربة المناسبة في نبات البابونج الالماني قلت ينفع ان انا ازرعه في جميع انواع الاراضي بزرعه في الاراضي الطينية قلت بشرط ان هي تكون جيدة الصرف بزرعه في الاراضي الصفراء برضو قلت ينفع ان انا ازرعه في الاراضي اللي هي بتحتوي علي نسبة من الملوحة ممكن تصل الى 4000 جزء في المليون ده بالنسبة للتربة المناسبة بعد كده هنتكلم عن معاد الزراعة انا بزرع البابونج امتى انا بزرع البابونج بالنسبة للبابونج انا بزرعه الاول بايه انا بزرعه بالبزرع يبقى طرق التقاصر هناخدها طرق التقاصر ان انا بزرع البابونج بالبزرع طب انا بزرع البزرع في شهر كام بزرعه في شهر سبتمبر وبعد كده ببتدي بزرعه في شهر سبتمبر اللي هو شهر تسعة بزرعه في المشتل وبعد كده ببتدي ان انا نقلها في الارض المستديمة بنقلها في شهر كام بنقلها في شهر اكتوبر يبقى بالنسبة لو جالي في الامتحان معاد الزراعة معاد الزراعة انا بزرع البابونج الالماني امتى قلت بزرعه في شهر سبتمبر بزرعه في المشتل ثم بعد ذلك تنقل الى الارض المستديمة بنقلها في شهر كان في شهر اكتوبر لان انا في الارض المستديمة بزرع بالشتلات يبقى بنبتدي ان احنا نزرع بالبزرة في المشتل ثم بعد ذلك نقل الشتلات وزرع في الارض المستديمة دي بتكون في شهر اكتوبر بعد كده عندي طرق التقاصر زي ما أنا قلت طرق التقاصر إن أنا بزرع البابونج الألماني بزرعه بالبزرع يبقى حجلي في الامتحان معاد الزراعة بزرعه إمتى يبقى قلت بزرع بالبزرع في المشتل في شهر سبتمبر وبعد كده بنقلها للأرض المستديمة في شهر أكتوبر قلت طريقة التقاصر إزاي أنا بزرع البابونج الألماني أنا بزرعه بالبزرع ده بيكون شكل بزور البابونجة الألماني زي ما حضراتكم كده شايفين وطبعا الموجودة دي طبعا دي شكل الزهرة بعد كده عندي كمية التقاوي كمية التقاوي قد ايه بيحتاج الفدان من 150 الى 250 جرام بزرع دي بزرعها فين بزرعها في المشتل بعد كده البزور دي بتديني قد ايه من الشتلات بتديني 20 الف شتلة لانه ممكن يجيلي في الامتحان يقول لي كمية التقاوي كمية التقاوي في البابونج الألماني نقط شتلة يبقى في الحالة دي انا هكتبله 20 الف شتلة لكن ممكن يجي برضه يقول لي كمية التقاوي في البابونج الألماني نقط من البزور يبقى هكتبله من 150 الى 250 جرام بزرع دي بزرع في المشتل قلت دي بتنتج قد ايه بتنتج 20 الف شتلة لان احنا قلنا انا بزرع في المشتل بالبزرة ثم بعد ذلك يتم نقل الشتلات الى الارض المستديمة دي بالنسبة لكمية التقاوي عايزين نركز في الحاجات ده اسئلة مهمة جدا يبقى تكلم عن البابونج من حيث كمية التقاوي من حيث معادة الزراعة من حيث نوع طريقة التقاصر يبقى قلنا طريقة التقاصر بالبزرة قلنا معادة الزراعة في شهر سبتمبر ده بيكون في المشتل بعد كده بنقل في الارض المستديمة في شهر اكتوبر بالنسبة لكمية التقاوي ان انا بزرع في المشتل طب بيحتاج قد الف الدين من 150 الى 250 جرام من البزور طب بتديني قد ايه عشان ازرع في الارض المستديمة بتديني 20 الف شتلة دي بالنسبة لكمية التقاوي طب بالنسبة عندي طريقة الزراعة انا بزرع ازاي زي ما احنا اتفقنا ان انا عند البابونج الالماني ان انا بزرعه في المشتل يبقى اول حاجة انا بعمل ايه اول حاجة ان انا بجهز الارض ان انا بعمل عملية حارس للارض بنعم التربة ببتدي ان انا اتخلص من الحشائش لو في حشائش موجودة ببتدي ان احنا نتخلص منها لان احنا قلنا مقاومة الحشائش دي بتكون ان احنا بنعمل عملية العزيق دي بتكون مهمة جدا ان احنا لابد من ازالة الحشائش لان هي ممكن بتاخد من النبات الغزا بتشارك النبات في الغزا ممكن تكون مقوى للآفات والأمراض فممكن تصيب النبات اللي أنا زرعي يبقى هنا بالنسبة لطريقة الزراعة في المشتل إن أنا بعمل عملية تنعيم للأرض وبعمل عملية إزالة للحشائش بابتدي بعد كده إن أنا قسم أرض المشتل بقسمها إلى أحواض بيكون الحوض واحد في واحد متر وبعد كده بعمل عملية راي بروي الأحواض بعمل عملية راي علشان أنا بقول إن أنا بزرع على اللمعة يعني ازرع على اللمعة يعني ازرع فيه وغود الماء يبقى أول حاجة ببتدي إن أنا أروي الأحواض وبعد كده بجيب البزور اللي أنا حزرعها وبخلطها في الرمل بحيث مثلا تكون نفس الكمية يعني مثلا 150 إلى 250 جرام للفدان يبقى برضو بيكون نفس الكمية 150 إلى 250 جرام من الرمل ببتدي إن أنا أخلطهم مع البزور علشان تقدر البزور إن هي تلتصق بالتربة وبعد كده بعمل عملية نسر في الأحواض وبعد كده ببتدي إن أنا أروي طيب بالنسبة أنا عملت عملية نسر في البداية إن أنا بعمل عملية تزليل جزئي وبعد عملية الإنبات أول مبلائي النبات ابتدى إن هو يحصل له إنبات بعد كده ببتدي إن أنا أكشف النبات بحيث إن أنا أخليه معرض للشمس قلت طبعا أنا زرعت كمية قد إيه في المشتل قلت زرعت من 150 إلى 250 جرام من البزرة يبقى في الحالة دي إن هي حتديني قد إيه من الشتلات حتديني 20 ألف شتلة يبقى بالنسبة لطريقة الزراعة يبقى يجب أن تكون أرض المشتل طمية ناعمة جدا قلية من الحشائش إن أنا بجاهز أرض المشتل بالحرس والتنعيم قلت بقسم الأحواض قد إيه واحد في واحد متر وبعد كده بيتم ريها وبعد كده بيتم نصر البزور على اللمعة قلت يعني إيه نصر البزور على اللمعة يعني بعد عملية الري يعني بيكون في وجود الماء بعد كده خالطها بما يعادلها من الرمل الناعم أو التربة زي ما أنا قلت إن أنا بزرة من 150 إلى 250 جرام من البزرة يبقى أنا ببتدي إن أنا أخلط نفس الكمية من الرمل وبعد كده ليه بعمل كده ليه علشان تلتصق البزور بالتربة بعد كده طبعا أنا قلت بالنسبة عندي إن أنا لازم إن أنا أخلي أرض المشتل تكون مزللة جزئيا وبعد كده ببتدي إن أنا أكشف التظليل تدريجيا بعد عملية الإنبات إن أنا بعرض الشتلات للشمس المباشرة طبعا مع الاهتمام زي ما أنا قلت لازم إن أنا بعمل عملية إزالة للحشائش ممكن يجي يقول لي علل يفضل يفضل التبكير في الزراعة ده بيترتب عليه إيه بيترتب عليه زيادة المحصول وبعد كده طبعا إيه هي الفترة اللي بتقعد فيها البزرة في المشتل وبعد كده بتديني الشتلات وأبتدي إن أنا أخد الشتلات أزرع في الأرض المستديمة زي ما احنا اتفقنا إن أنا قلت بزرع في شهر سبتمبر باخد الشتلات في شهر أكتوبر يعني بتكون مدة أو الفترة اللي بتكون موجود فيها النباتات في المشتل بتكون من شهر إلى شهر ونص من الزراعة ده بالنسبة لطريقة الزراعة في المشتل طب أنا دلوقتي عايز أعرف طريقة الزراعة في الأرض المستديمة إحنا اتفقنا إن أنا بزرع في المشتل وبزرع في أحواط بتكون الأحواط دي في واحد مت طب أنا دلوقتي عايز أزرع في الأرض المستديمة ببتدي ان انا اخد الشتلات زي ما احنا اتفقنا بتكون 20 الف شتلة للفدين باخد الشتلات اول حاجة ان انا ببتدي ان انا اعمل تخطيط للارض بعمل تخطيط بمعدل 12 خط في القصبتين وبعد كده بعمل عملية زراعة للشتلات طب انا بسيب مسافة او تترك مسافة قد ايه من 30 الى 40 سنتي طب انا دلوقتي ممكن يجي وقلي ليه انا بسيب من 30 الى 40 سنتي ليه ما بسيبش 20 سنتي او 15 سنتي مسافة بتكون اقل لان انا دلوقتي عندي لو انا عملت مسافات متقربة زراعت على 20 سنتي وكانت الزراعة كسيفة او الزراعة متقربة في الحالة دي هيقل التفرية لان انا عندي اهم حاجة في البابون ان انا عايزة ازهار طالما قل الافرع في الحالة دي هيديني قلة في عدد الازهار وبالتالي هيديني قلة في المحصول فانا لازم ان انا ازرع على مسافات متبعدة بتكون من 30 الى 40 سنتي علشان يقدر البابونج الالماني ان هو يديني افرع كتير وبالتالي عدد الازهار هتكون كتير وبالتالي كمية المحصول هتكون كبيرة تعالوا كده نشوفي بقولنا بيتم نقل الشتلات في اكتوبر بتزرع على خطوط 12 خط في القصبتين المسافة بين الشتلات كم سنتي بتكون من 30 الى 40 سنتي ان بيتم نقل الشتلات في وجود الماء بيحتاج الفدان قد ايه بيحتاج الفدان الى 20 الف شتلة بالنسبة هنا الزراع الكسيفة اللي هيحصل او على مسافات متقربة بيؤدي الى تشابك النباتات بيؤدي الى قلة التفريع وبالتالي قلة عدد الازهار وبالتالي قلة المحصول لان ده ممكن يجي السؤال بالصورة دي ماذا يحدث عند او الاضرار الناتجة او ممكن يجي السؤال يقول لي ايه الاضرار الناتجة عند زراعة البابون في زراعات كسيفة او على مسافات متقربة اللي هيحصل هيؤدي الى تشابك الاسئلة دي مهمة عايزاكوا تركزوا معايا يبقى اللي هيحصل هيؤدي الى تشابك الافرة وبالتالي قلة عدد الافرة وبالتالي قلة عدد الازهار وقلة المحصول ده بالنسبة للرطوبة النسبية وبرضو في حاجة تاني ان انا لما ازرع مسافات متقربة كده الرطوبة النسبية هتكون زيادة بين النباتات في الحالة دي برضو هيؤدي الى انتشار الامراض الفطرية يبقى فيه هنا اضرار بتكون ناتجة لو انا عملت لو انا زراعة في البابون زراعة زراعة كسيفة او على مسافات متقربة يبقى قلت تقل عدد التفريق هيقل التفريق وبالتالي تقل عدد الازهار وقلة المحصول هيؤدي برضو الى زيادة الرطوبة مش هيكون فيه تهوية بين النباتات فحيؤدي الى زيادة الرطوبة النسبية وبالتالي يؤدي الى انتشار الامراض الفطرية عايزاكوا تركزوا جدا في الاسئلة دي تب الامراض الفطرية دي بتكون زي ايه ممكن يؤدي الى انتشار الافاتة زي المن وانتشار الامراض زي البياض الدقيقي والبياض الزغبي ده بالنسبة لزراعة البابون تب بالنسبة لعمليات الخدمة بالنسبة لعمليات الخدمة زي ما احنا عارفين في كل نبات وبنتكلم عنها اول حاجة في عمليات الخدمة الراي لازم ان انا اروي النباتات تب النبات بيحتاج قد ايه ممكن انا بروي النبات كل قد ايه بروي النبات كل 3 الى 4 ايام زي ما احنا اتفقنا ان انا يتوقف الراي عمتا بيكون على حسب نوع التربة اللي انا حروي فيها وبيكون على حسب درجة الحرارة في الحالة دي بقدر اعرف اذا كنت ازود عدد الرايات او اقل العدد الرايات بالنسبة عندي هنا للراي ان هو البابونج بيحتاج الى انتظام الراي فتطول طبعا الفترة او تقصر ان على حسب طبيعة التربة بتكون على حسب درجة الحرارة ممكن هنا يجي يقول لي ليه انا بروي نبات البابونج كل 3 الى 4 ايام دي مهمة جدا ليه حتى لا يحصل تشقق للتربة وبالتالي اللي حيحصل هيؤدي الى تلف الشعيرات الجزرية يبقى علل راي البابونج كل 3 الى 4 ايام يبقى ان حتى لا تشقق التربة وبالتالي يؤدي الى تلف الشعيرات الجزرية ده بالنسبة للراي يبقى ان بيحتاج البابونج الى انتظام الراي تطول الفترة او تقصر حسب طبيعة الارض ومادى نفاذيتها للماء وبرضو على حسب درجة الحرارة بيتم راي النباتات كل 3 الى 4 ايام ليه علل حتى لا تشقق التربة مما يؤدي الى تلف الشعيرات الجزرية بعد كده بيقول لي يتم الراي بعد اجراء عملية الجامع وذلك لما يسببه الجامع من تلف الفروة يعني انا دلوقتي بعد ما عملت عملية الجامع المفروض بعدها انا بعمل عملية راي ليه علشان يقدر الفرع ان هو ينمو ان هو يستعيد نموه وبالتالي يقدر ان هو يكون لي اظهار جديدة برضو اثناء موسم الجامع في الفترة اللي انا هبتدي ان انا اجمع فيها المفروض ان انا بعمل اطالة للفترات بين الرايات اثناء موسم الجامع ليه علشان الراي الغزير بيؤدي الى زيادة نسبة الرطوبة مما يؤدي الى انتشار الامراض خاصة البياض الدقيقي يبقى في الحالة دي ان انا لازم اخد بالي ان انا اثناء موسم الجامع ان انا اباعد يكون فيه تباعد في فترات الرأي علشان ما تزيدش الرطوبة النسبية لان لو الرطوبة النسبية زادت اللي هيحصل هيؤدي الى اصابة النباتات بالامراض والافات بالمن البياض الزغبي البياض الدقيقي وبالتالي هيؤثر على المحصول وهيقلل من جودة المحصول بعد كده عندي العزيق طبعا عملية العزيق عملية مهمة تكلمنا عنها في جميع النباتات اللي انا اللي احنا اخدناها في الحلقات السابقة قلت الغرض من العزيق الغرض الاساسي من عملية العزيق اول حاجة ازالة الحشائش بعمل عملية ازالة للحشائش عشان ما تقدرش انها تشارك النبات في الغزاء علشان ما تكونش مقوى للآفات والامراض قلت برضو الغرض من عملية العزيق ان انا بعمل تسنيد للنباتات ان انا بعمل صد الشقوق اللي هي بتكون موجودة في التربة بعمل عملية صد للشقوق ان انا بحافظ على الرطوبة الارضية طب بالنسبة هنا العزيق في البابون ان انا بعمل العزيق بيكون من ثلاثة الى اربع مرات يبقى في البابون بعمل عملية العزيق بيكون من ثلاثة الى اربع مرات حتى لا يكون مقوى للآفات والامراض ويشارك النبات في الغزاء وزي ما انا قلت بيعمل عملية قفل او شد للشقوق اللي هي بتكون موجودة حتى تحتفظ بالرطوبة الموجودة بالتربة بعد كده طبعا عندي التسميت طبعا احنا في جميع النباتات تكلمنا عن التسميد قلنا يعني التسميد التسميد ان انا بضيف عناصر غزائية للتربة بحيث النبات بيقدر ان هو يستفيد بالعناصر الغزائية طب بالنسبة هنا للتسميد انا بضيف قد ايه بضيف 20 متر مكعب سماد عضوي بضيف 150 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسيوم وزي ما احنا اتفقنا ان السماد العضوي السوبر فوسفات الكالسيوم انا بضيفهم قبل الزراعة او اثناء اعداد الارض للزراعة قلنا ليل ان هي بتكون بطيئة التحلل يبقى انا بضيف الاسميدة دي 20 متر مكعب سماد عضوي بضيف 150 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسيوم بضيف ده بيكون اثناء اعداد الارض للزراعة بعد كده ببتدي ان انا اضيف السماد الازوتي بمعدل من 100 الى 150 كيلو جرام وبعد كده بضيف السوفات للبوتاسيوم دي بتكون من 50 الى 100 كيلو جرام دي بتكون طبعا للنباتات ما بضيفش الاسميدة دي كلها دفع واحدة انا بضيفها على دفعات لانه ممكن يجي لي سؤال في الامتحان الاسميدة الكيموية او الكيميائية تضيف دفع واحدة الكلام ده بيكون خطأ لان انا بضيف الاسميدة الكيميائية بضيفها على دفعات يبقى ده بالنسبة للتسميد في البابونج الالماني يبقى ان التسميد ان انا بضيف 20 متر مكعب سماد عضوي بضيف 150 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسيوم قبل الزراعة بعد كده بضيف من 100 الى 150 سلفات نشادر او سماد ازوتي وبعد كده بضيف من 50 الى 100 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم بضيف الاسميدة دي بتكون على دفعات ده بالنسبة عندي للتسميد ده بيكون التسميد بعد كده عندي يعلل ممكن يجي يقول لي علل يجب الاهتمام بالتسميد خلال فترات الجام في الفترة اللي انا حاج مع فيها ان انا لازم اهتم بالتسميد ان انا لازم اهتم بالراي قلت الراي علشان يقدر انه هو يديني افرع جديدة وبالتالي يقدر انه هو يديني ازهار وبالتالي كسرة المحصول هيزود زيادة المحصول تب بالنسبة عندي هنا التسميد ده بيؤدي الى استمرار برضو نمو النباتات وبيؤدي برضو الى انتاج افرع جديدة بدلا من ان انا عندي اسناء الجام بيحصل كسرة في الافرع اللي هي بتكون موجودة فانا عايزة اعوض انه هو يديني افرع جديدة ببتدي ان انا اضيف اسمده بحيث انه هو يديني افرع جديدة وبالتالي يقدر انه هو يديني نورات جديدة وبالتالي زيادة المحصول يبقى اعلل يجب الاهتمام بالتسميد خلال فترات الجام حيث يؤدي الى استمرار نمو النباتات وانتاج افرع جديدة بدلا من الافرع اللي اتكسرت اسناء الجام وبالتالي اللي هيحصل هيديني نورات جديدة مما يؤدي الى زيادة المحصول ده بالنسبة للتسميد بالنسبة عندي الجامعة والحصود بالنسبة للجامعة والحصود انا بجمع امتى زي ما احنا اتفقنا ان انا بزرع في شهر سبتمبر بزرع في المشتل في شهر سبتمبر بعد كده بنقل النباتات في شهر اكتوبر يبقى بتم نقل النباتات او نقل الشتلات في شهر اكتوبر بالنسبة عندي هنا الجامعة ده بيكون في شهر كام بتقدر النباتات ان هي بتكون تمت النطق ده بيكون في شهر ديسمبر وبيكون في شهر يناير بس بتكون الزروة او الكمية الاكبر بتكون في شهر مارس يبقى بالنسبة يتم جمع النباتات في ديسمبر ويزداد خلال يناير وفبراير ويصير الى الزروة في شهر مارس ثم بعد ذلك يبدأ الجفاف في شهر ابريل يبقى بيزداد في يناير وفبراير وبتبدأ الزروة في شهر مارس وبعد كده بيبدأ الجفاف في شهر ابريل يبقى بكده تكون انتهت مدة حياته او فترة حياة النبات ان انا بزرعه في سبتمبر نهاية الفترة بتكون لحد شهر اربعة اللي هو شهر ابريل طب انا بجمع بناء على ايه بجمع يتم القطف عندما تتفتح سلسي الازهار او الملاقي تلت الازهار القرصية ابتدأ ان هو يتفتح في الحالة دي بعمل عملية الجمع طب الازهار بتكون ايه الازهار الشععية البيضاء بتكون في وضع افقي لان دي ممكن تجيلي في صحة وغلط يتم القطف عند تفتح سلسي الازهار القرصية عندما تكون الازهار الشععية البيضاء في وضع افقي يبقى الكلام ده بيكون صحيح هذه المرحلة بتكون اكثر ملأمة للجمع في الحالة دي الازهار بتكون متمسكة اثناء عملية التكفيف يبقى هنا بيتم الجمع امتى بيتم الجمع ابتداء يبقى انا قلت بزرع في شهر سبتمبر بنقل الشتلات في شهر اكتوبر للارض المستديمة بعد كده بيبتدي النباتات في الازهار في شهر اتناشر وبعد كده بيزداد في يناير وفبراير وبيصل الى الزروة في شهر مارس وبعد كده الجفاف ده بيكون في شهر ابريل حسب درجات الحرارة القطف انا بقطف الازهار امتى عندما تتفتح الازهار القرصية اي تكون الازهار البيضاء في وضع افقي طبعا قلنا دي بتكون اكثر ملأمة للجمع لان الازهار في الحالة دي بتكون متمسكة بقدر ان انا اجف بالنسبة عندي في حاجة ممكن ان انا لو حصل تأخير عن ذلك يعني انا لو اخرت اخرت في عملية الجمع اللي هيحصل هيؤدي الى تكوين البزور اللي بتؤدي الى زيادة نسبة البدرة لان هنا في البابونج الالماني انا بستخرج منه باخد منه نورات او باخد منه البدرة ده بيؤدي الى زيادة نسبة البدرة اي في الحالة دي بتكون الازهار مجففة اسناء عملية التكفيف فبيتؤدي الى زيادة نسبة الزيوت العطرية الطيارة الموجودة في الأزهار بس يجب أن يزيد طول العنق من 1 إلى 1.5 سمتي يبقى التأخير عن ذلك اللي هيحصل هيؤدي إلى تكوين البزور وبالتالي يؤدي إلى زيادة نسبة البدرة لأننا قلت الأزهار في الحالة دي بتكون مفككة أثناء عملية التكفيف وبتؤدي إلى زيادة الزيت الطيار يجب أن يزيد طول العنق من 1 إلى 1.5 سم بعد كده عندي كمية المحصول بالنسبة لكمية المحصول هو يديني قد إيه يديني من 400 إلى 500 كيلو جرام نورات جافة لأننا اتفقنا أن أنا عندي كمية المحصول أنا دلوقتي بالنسبة للبابونج الألماني زي ما أنا قلت بيجينا سؤال تكلم عن البابونج الألماني من حيث معاد الزراعة من حيث طرق التقاصر من حيث كمية البزور يبقى كمية البزور من أو كمية التقاوي من 150 إلى 250 جرام من البزور دي بتكون للفدان في المشتل قلت بتديني قد إيه بتديني 20 ألف شتلة دي بزرع في الأرض المستديمة تب بالنسبة كمية المحصول من الشتلات اللي أنا زرعتها زرعت 20 ألف شتلة اديتني قد إيه اديتني من 400 إلى 500 كيلو جرام نورات جافة لأننا قلت الجزء المستخدم في البابونج الأزهار أو النورات الجافة إن أنا بستخدم النورات تب بالنسبة هنا عندي عملية التكفيف بتتم إزاي أهم حاجة عندي عملية التكفيف لأن دي بتكون مهمة جدا في مراحل الإنتاج لأن أنا لو عملت التكفيف جيد في الحالة دي حيديني جودة المنتج أو جودة البابونج اللي أنا بجففه تب أنا بجفف البابونج إزاي إن أنا بجففه على صواني الصواني دي ممكن بتكون من الحديد ممكن بتكون من الجريد بس أنا بحط بتوضع طبقة من السلك المجلفة أو بحط طبقة من الخيش وبعد كده ببتدي إن أنا أحط النورات في الصواني للتكفيف طبعا مع التقليد طبعا بتختلف عملية التكفيف على حسب الجو لو أنا بالنسبة عندي التكفيف إن هي نسبة إن هي بالطول لو هي في شهر فبراير ومارس في الحالة دي ممكن بتكون من سبعة إلى عشر أيام بتاخد فترة طويلة بعد كده بتقل في شهر مارس بتاخد ثلاث أيام لارتفاع درجة الحرورة يبقى حنتكلم عن التكفيف بالنسبة للتكفيف تعتبر من العمليات الهمة خلال مراحل الإنتاج لأن الإنتاج الجيد بدون تكفيف جيد لا يعطي عائد مش هيديني نورات بيتم نقل النورات إلى المنشر طبعا أنا بعمل عملية تكفيف في المنشر قلت لازم تكون المناشر نظيفة ويتم نشرها في مكان مزلل في طبقات على صواني من الجريد أو من الخشب بتكون مبطنة بالسلك المجلفة أو بتكون مبطنة بالسلك البلاستيك أو بتكون مبطنة بالخش وبيتم التكفيف الجيد بعد ما بتتم عملية التكفيف ببتدي أن أنا أجمع النورات في عبوات من الكرتون بس قبل ما عبيها في عبوات من الكرتون إن أنا بعمل عملية غربلة علشان بيتم إزالة الشوائب اللي هي بتكون موجودة ده بالنسبة لعملية التكفيف طب بالنسبة لعملية التكفيف زي ما أنا قلت إن أنا بتوضع إن أنا ببتدي إن أنا أغطيها بالسلك المجلفة أو الخش طبعا يفضل السلك لإن السلك بيكون جيد التهوية بتكون موجود فيه السقوب فبيكون جيد التهوية وبالتالي عملية التكفيف هتكون جيدة وبالتالي عملية التكفيف هتكون أسرع لإن أنا لو وضعت الخش في الحالة دي ممكن تلتصق الخيوط بالنورات لإن أنا عند الخش ممكن يكون موجود في الخيوط هلتصق بالنورات أو بالمنتج بتاعي في الحالة دي هيقلل من الجودة لكن يبقى يفضل إن أنا في الصواني إن أنا أضع طبقات من السلك لإن هو بيكون جيد التهوية عملية التكفيف بتكون أسرع وبالتالي عملية التكفيف هتكون جيدة ممكن يجي يقول لي علل سؤال مهم جدا علل يتم تكفيف نورات البابونج في الظل طبعا بالنسبة لنباتات العائلة الخيمية أنا قلت نباتات العائلة الخيمية قلت إن أنا بجففها إن أنا باخد منها البزور الجزء المستخدم البزور فبضعها في مناشر بتكون مشمسة لكن بالنسبة عندي للبابونج إن أنا بضع البابونج في مناشر بتكون مزللة ليه حتى لا تتأثر النورات ويتغير لونها من اللون الأبيض إلى اللون البني عند إجراء عملية التكفيف وبرضو في حاجة تاني إن أنا لو جففت في مكان مشمس بالتالي يحصل تطاير لنسبة الزيوت ويقضي إلى قلة نسبة الزيوت الطيارة يبقى هنا بالنسبة للبابونج إن أنا لازم إن أنا أجفف البابونج في مكان يكون مزلل علشان ما يتغيرش لونها من الأبيض إلى البني وبالتالي برضو ممكن يحصل قلة نسبة الزيوت الطيارة في البابونج الألماني طبعا طول مدة التكفيف دي بتختلف في ديسمبر ويناير في ديسمبر ويناير بتكون من سبعة إلى عشر أيام لكن بتكون في شهر مارس من ثلاثة إلى أربع أيام بتقل بتكون فترة التكفيف طبعا بتكون أسرع في الوقت ده لارتفاع درجة الحرارة يبقى بالنسبة عندي مدة التكفيف في شهر ديسمبر ويناير طبعا لإن انخفاض درجة الحرارة فبق بتاخد فترة أطول في التكفيف بتاخد من سبعة إلى عشر أيام لكن في شهر مارس بتاخد بالنسبة في شهر مارس بتاخد وقت بيكون أقل بيكون من ثلاثة إلى أربع أيام ده بيكون لارتفاع درجة الحرارة طب يفضل زي ما أنا قلت استخدام السلك عن الخيش في حالة طبطين الصواني قلت لإن السلك يسمع بالتهوية الجيدة أثناء التكفيف وإجراء التكفيف طبعا بيكون فترة أقصر قلت التكفيف بيكون بكفاءة عالية بينما الخيش ممكن ينتج منه خيوط تختلط مع المنتج مما يقلل الجودة بعد كده التجهيز والفرز إن أنا ببتدي إن أنا بعمل عملية فرز للنورات ببتدي تجميع النورات السليمة ثم الأزهار الشعاعية ثم التخت وما عليها من أزهار قرصية وممكن إن أنا بخلي الأزهار القرصية وحدها وبعد كده بعب المنتجات دي إيه بعبيها في سنضيق من الكرتون المقوي ده بتسعى الكرتون قد إيه إتناشر ونص كيلو جرام ويجب أن تكون طبعا النورات جافة خالية من الرطوبة لأن ممكن في الحالة دي ممكن يحصل لها تلف بالنسبة إيه المواصفات الخاصة بالتصدير بيصدر البابونجة على صورة نورات كاملة مجففة أو بودرة زي ما أنا قلت من شوية يبقى بتكون في صورة نورات مجففة أو بتكون في صورة بودرة أن تكون يبقى أن تكون سليمة ونظيفة زي ترائحة طبيعية أن تكون خالية من التعفن والحشرات الحية وأثار الإصابة بالحشرات لأننا قلنا ممكن يجي لتكلم عن البابونج الألماني من حيث المواصفات الخاصة بالتصدير يبقى أن تكون سليمة ونظيفة زي ترائحة طبيعية أن تكون خالية من التعفن والحشرات الحية ده بيكون شكل زيت البابونج الألماني بعد كده عندي الأمراض والآفات اللي بتصيبهم أول حاجة عندي البياض الدقيقي ده بينتشر على الأوراق والأفرع وقواعد النورات بيؤدي إلى دمور النباتات طبعا وبيؤدي إلى جفافها بينتشر طبعا في حالة زيادة نسبة الرطوبة في شهر يناير وفبراير طب أنا بعالج البياض الدقيق إزاي زي ما أنا تكلمت عنه في نباتات العائلة الخيمية قلت إن أنا برشه بالكبريت المايكروني بمعدل 2.5 في الألف ببتدي وبرضو بعالجوا إزاي إن أنا أقلل نسبة الرطوبة وإن أنا أقلل الفترات بين الرأي وإن أنا بيتم عزيق التربة علشان كده أنا قلت بيتم عزيق البابون من 3 إلى 4 مرات بعد كده عندي المن بالنسبة للمن ده بينتشر فين حول القمم النمية ده بيؤدي إلى امتصاص عصارة النبات بعالجوا إزاي بمحلول الصابون بمعدل 1 لتر صابون سائل لكل 100 لتر ده بالنسبة للجزء النظري إحنا كده خلصنا منهج الترم الأول بعد كده إن شاء الله حنتكلم عن منهج الترم التاني وحنتكلم عن الدروس العملية المفروض إن كنتوا تاخدوها لإن ده طبعا الدروس العملية دي بتيجي في الامتحان العملي طبعا تكلمت النهاردة عن البابونج الألماني كلمت عن الوصف النباتي قلت أنا بستخدم إيه في البابونج الألماني قلت بستخدم النورات الجفة قلت الأهمية الاقتصادية والطبية قلت معاد الزراعة بالنسبة للمعاد الزراعة في شهر سبتمبر بنقلها للمشتل الشتلات في شهر أكتوبر قلت إزاي أنا بزرعه قلت بزرع البابونج بالبزور قلت بالنسبة لكمية التقاوي من 150 إلى 250 جرام من البزور دي للفدان بتديني قد إيه شتلة 20 ألف شتلة كلمت عن كمية التقاوي قلت بتديني كمية التقاوي قد إيه من 400 إلى 500 كيلو جرام من النورات الجفة كلمت عن العمليات الخدمة من رأي من عزيق من تسميد كلمت عن المواصفات الخاصة بالتصدير وقلت إن أنا بأخذ منها النورات الجفة أو البدرة ويجب أن تكون سليمة خالية من الإصابة بالحشرات وبكده تكون انتهت حلقتنا وأتمنى لكم النجاح والتوفيق وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر